السلام عليكم السلام عليكم جزبير أنت بخير أسمع رغدا مضمزير رغدا صباح الخير عملين إيه؟ معاكم مضمزير رغدا علاء النهاردة طبعاً أول كور لصف الأول الإعدادي لحصة الفرنش النهاردة أول حاجة هنتكلم عنها هي الحروف الهيجائية يعني إيه الحروف الهيجائية؟ عشان لما أجي أعرف أكتب أو أنطأ أي كلمة لازم أكون عرفة 26 حرف في اللغة الفرنسية طبعاً بينقسموا لشكلين بيبقى ليهم شكلين زي الإنجليش بالضبط مقارنة بالإنجليش هيبقى في الشكل الأولاني اللي هو إنوماجيسكول اللي هو الحرف الكبير اللي هو عندنا بالإنجليش اسمه كابتل تمام اللغة الإنجليزية بس طبعاً في الكتابة بتختلف حاجة بسيطة كمان غير النطق بيختلف تماماً طيب تعالوا مع بعض ننطق الحروف الهيجائية وكمان عايزاكو يا ريت ترددوا ورايا أنا هقول الحرف مرتين وأنا عايزاكو تقول ورايا A B B C C D D E F F G H H E I J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z طيب إحنا بعد ما عرفنا النطق بتاعهم أنا حابة أقول حاجة إن الستة وعشرين حرف دول بنقسمهم لمجموعتين المجموعة الأولانية صغيرة شوية ومجموعة كبيرة المجموعة صغيرة ومجموعة كبيرة المجموعة الصغيرة بتتكون من ست حروف الست حروف دول اسموهم فويال فويال يعني الحروف المتحركة طيب والعشرين أما الباقي عشرين طبعا اللي هي التونسون اللي هي الحروف الساكنة تمام؟ يبقى أنا عندي حروف متحركة وحروف ساكنة طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الحروف المتحركة وإيه هي الحروف الساكنة الحروف المتحركة اللي هي مكتوبة قدامي باللون الأحمر اللي هي A E I O U Y وهزود عليهم كمان القش وهنقول وهنقول بعدين ليه إحنا زودنا القش تمام كده جماعة؟ طيب بعد كده هندخل على الجزء الثاني وهو Les situations Les situations يعني المواقف يعني إيه المواقف؟ يعني مثلا أنا إنت مثلا زاكرت وجبت درجة كويسة في الكوز وجبت اديت لك كادو أو هدية فأنت جاي تقول لي شكرا فأنا هقول لك العفو هو ده الموقف طيب موقف تاني مثلا جبت درجة وحشة في الكوز أو ما زاكرتش أو عملت حاجة غلط وإنت عارف إن هي غلط وإنت جاي تعتذر طيب فالاعتذار جاي تعتذر فأنا قابلت الاعتذار بتاعك ده موقف تاني تعالوا بقى نشوف نتعرف مع بعض الحاجات دي أو المواقف دي إزاي نقولها باللغة الفرنسية أول حاجة اللي هي التحية Les salutations Les salutations يعني التحية اللي هي صباح الخير مساء الخير إمتى أقول صباح الخير إمتى أقول مساء الخير إمتى أقول هاي اللي هي salut تعالوا نشوف مع بعض طيب أول حاجة Lumata Lumata يعني في الصباح اللي هي الكلمة المكتوبة باللون الأحمر Lumata يعني في الصباح بقول إيه بقول bonjour بقول bonjour ياريت وأنا بتكلم تردده ورايا bonjour اللي هي صباح الخير دي بقولها لحد أكبر مني أو حد بيني وبينه بيني وبينه علاقة رسمية يعني أو بشكل فرمال يعني مثلا ممكن أقول لها المدرس بتاعي أقول لها للمدير بتاعي يبقى ساعتها هقول له bonjour ممكن bonjour واسكوت صح ممكن أقول له كمان أقول bonjour monsieur monsieur يعني للسيد أو الراجل طيب بعد كده أقول ممكن أقول bonjour madame أو bonjour mademoiselle طيب إيه الفرق بين madame و mademoiselle madame واحدة متجوزة mademoiselle اللي هي لسه ما تجوزتش طيب لسواق اللي هي في المساء لسواق يعني في المساء بقول إيه بقول bonsoir bonsoir طيب ممكن أقول برضو زي ما قلت على لكلمة bonjour هقول كلمة bonsoir bonsoir monsieur bonsoir madame أو bonsoir mademoiselle طيب بين الأصدقاء يعني أنا رايح في الوقت أسلم على حد صديقي أقول له إيه أقول له salue salue طيب قبل ما أروح أنام بقول إيه بقول bonwee bonwee عايز تقول merci طيب أنا عندي فوق العنوان pour remercier quelqu'un بقول merci merci عشان تقول شكرا هتقول merci طيب الرفض على كلمة شكرا هتقول إيه de rien de rien أو كلمة تانية اسمها pas de quoi pas de quoi طيب بعد كده بقول excusez quelqu'un عشان تعتذر عملت غلط أو جبت درجة مش كويسة أو ما ذكرتش وعايز تعتذر عندي تلات أسليب للاعتذار اللي هي كلمة pardon pardon أو désolé désolé أو excusez moi excusez moi طيب الرد على الاعتذار هتقول كلمة اللي هي pas grave pas grave تمام كده جمال طيب بعد كده أنا تكلمت وخلصت كلام وعايز أمشي أو عايز أنصرف عندي شوية أسليب عشان أمشي اللي هي كلمة au revoir au revoir أو à bientôt à bientôt à demain à demain à plus à plus أو كلمة salut pardon salut كل ده عشان لما أخلص الحوار أو الموضوع وعايز أمشي طيب تعالوا بقى نتعرف إزاي المواقف دي بتيجي في الامتحان عشان أحل المواقف عايز أتعرف على شوية كلمات كلمة اللي هي salut يعني يحيي salut طيب كلمة شو تقول شكرا اللي هي remercier remercier طيب كلمة يسأل اسمها demander demander يعتزر معناها 6 excuser 6 excuser طيب يودع أو ينصرف اسمها prendre conger خاند conger تمام كده يا جماعة أنا هعرفكم ليه إحنا عرفنا الكلمات دي بس لما نيجي لحالة طيب الكلمة الأولانية بتبقى طويلة شوية اللي فيها الكلمة أو الكلمة الأساسية اللي أنا عايز أحلي عليها الموقف والجملة التانية مين اللي بيقول سواء أنت اللي بتقول أو حد بيرد عليك طيب أنا عندي كلمة لومتا يعني في الصباح أنت تحيي كلمة سالوي يعني تحيي المدرس في الصباح تو دي معناها أنت تقول يعني أنت اللي هتقول يعني هو مش هيرد عليك أنت اللي هتقول ساعتها هقول بونجور ميسيو تمام أنا جايبا لكم مواقف محلولة جاهزة وبعد كده هنحل مع بعض طيب طاني موقف اللي هو تو سالوي أنا مي لبروفيسور لسوار لسوار يعني في المساء تو دي أنت تقول طيب أنا عندي في الجملة الأولانية اللي هي الطويلة دي كلمة لسوار يبقى أنا عندي كده الكلمة الأساسية اللي بيدور حوالي حواليها السؤال تو دي معناها أنت تقول يبقى بونسوار طيب تو سالوي أنا مي أنا هنا ما جابليش للمتا ولا جابلي لسوار قال لي تو سالوي أنا مي على طول يبقى معناها هستخدم كلمة سالوي طيب بعد كده تو غميرسي توم بروفيسور تو دي أنا عندي الجملة الأولانية الكبيرة وعندي جملة تانية اللي هي الصغيرة الكبيرة فيها كلمة غميرسي اللي احنا شفناها فوق تمام غميرسي يعني عايز تقول شكرا للمدرس بتاعك تو دي معناها أنت اللي بتقول يعني أنت اللي عايز تقول شكرا وأنت اللي بتقول ساعتها هقول ايه؟ ميرسي موسيو ميرسي موسيو طيب نفس الجملة هي هياها رقم خمسة تو رميرسي توم بروفيسور إيه اللي دي ساعتها بقى أنا عندي هنا إيه اللي دي معناها هو يقول يعني هو اللي هيرد عليك يبقى هيقول ده غيان طيب أنا عندي ممكن أشرحها بطريقة تانية أنا عندي جملتين الجملة الأولانية الكبيرة والجملة الثانية اللي هي الصغيرة لو الجملة لو الفاعل اللي هو نفس الجملة الأولانية هو نفس الفاعل في الجملة التانية ساعتها يبقى أنت اللي بتقول طيب لو جالي فاعل في الجملة الأولانية عكس الفاعل اللي موجود في الجملة التانية ساعتها هو عايز الإجابة يعني الفاعل شبه الفاعل في الجملة التانية يبقى أنت اللي بتقول طيب الفاعل مختلف عن الجملة التانية اللي هي الصغيرة ساعتها هو عايز إجابة طيب تعالوا ناخد موقف تاني اللي هي Tu texcus à ton professeur Tu dis أنت بتعتذر للمدرس بتاعك أنت بتقول طيب أنا عندي هنا الجملة الأولانية الضمير الأولاني اسمه tu والجملة التانية اسمه برضو tu يبقى الاتنين ضمير شبه بعض يبقى أنت اللي بتقول يبقى أنت اللي بتعتذر ساعتها أقول pardon monsieur أو excusez moi أو désolé طيب رقم سبعة Tu texcus à ton professeur il di أنا عندي هنا الجملة الأولانية فيها الفاعل tu والجملة التانية الفاعل il يبقى إذن المختلفين يبقى ساعتها هو عايز الجواب اللي هو الرد على الاعتذار اسمه pas grave pas grave طيب عندي tu prends congee de tonami tu di prends congee يعني يودع أو ينصرف أنت بتقول إيه بقى عندك ممكن تقول au revoir à demain salue à bientôt à plus à totaleur كل التعبيرات اللي أنا قلتها دي فيما معناها إلى اللقاء لما تيجي توضع حد أو تنصرف هتقول إلى اللقاء تمام؟ اللي هي الست كلمات الموجودة قدامنا دول تمام؟ أنا كده أديتك شكل الموقف اللي موجود في الامتحان تعالوا بقى نحل مع بعض أنا أديتك أسئلة جاهزة والحل بتاعها تعالوا بقى مع بعض نحل شوية مواقف طيب عندي الموقف الأولاني tu te excuse a ton professor احنا قلنا excuse يعني يتعتذر والضمير الأولاني اللي هو tu هو نفس الضمير التاني اللي موجود في الجملة التانية tu tu طيب أنا عايزية يبقى أنا الله هقول يا ترى هقول pardon monsieur pas grave merci monsieur الإجابة هتبقى إيه الإجابة هتبقى إيه هتبقى pardon monsieur برافو يا مصطفى برافو برضو السؤال الثاني أنا عندي الجملتين الجملة الأولانية والجملة الثانية الجملة الأولانية فيها الفاعل أما الجملة الثانية الضمير يبقى مختلفين يبقى هوا عاوز جواب يبقى الرد على برافو يا جوجو هتبقى بقراف الجواب هيبقى بقراف طيب الموقف رقم ثلاثة تُدي يعني يودع أو ينصرف هتقول إيه عندك كلمة au revoir يا إما بقراف يا إما ميرسي au revoir معناها إلى اللقاء برافو يا مصطفى طيب بقراف للرد على الاعتذار لما تيجي تعتذر هقولك بقراف أما ميرسي اللي هي بتقول بتقول شكرا يبقى ساعتها هاختار إيه au revoir طيب تُسالي لبرافو سور لوماتين أنا عندي هنا الكلمة الأساسية اسمها لوماتين يبقى هقول إيه يبقى هقول بونجور موسيو طيب بعد كده هقول تُسالي لبرافو سور إلدي خلي بالك بقى هنا أنا عندي الجملتين الجملة الأولانية والجملة التانية أنا عندي الضمير الفاعل أو ضمير اللي موجود في الجملة الأولانية مختلف عن الضمير اللي موجود في الجملة التانية يبقى أنا ساعتها هقول هؤلاء هنا عايز إيه عايز إيجابة هتبقى دوريان برافو يا إمان و برافو يا مصطفى برافو هتبقى دوريان فارس برافو يا فارس يا بونجور صح معلش طيب بعد كده نفس الموقف هتبقى تُسالي أنا مي لسوار أنا جاب لي هنا بتحيي زميلك لسوار في المساء هتقول باردون باردون دي للاعتذار بونسوار ولا بونجور هتبقى بونسوار برافو يا مصطفى برافو يا هانيا برافو يا فارس لا برافو بصراحة برافو يا حمد برافو طيب بعد كده تُغير مرسي طم بروفسور انت بتقول شكرا للمدرس بتاعك تُدي انت بتقول مرسي مي سيو آه سوري برافو طيب كلمة اوه وفور تعالوا مع بعض اوه وفور مي سيو يمعناها إلى اللقاء باردون دي بستخدمها للاعتذار مرسي يعني شكرا برافو يا إبراهيم برافو يا يوسف طيب طيب بعد كده آه تُو دو موند أتونامي صنق طيب لما تسأل آه صاحبك عن اسمه هتقول ايه انا عندي هنا تُو و تُو يبقى انا هدور على انا اللي هسأل يبقى انا هدور على سؤال ساعتها هقول ايه انا عندي الجملتين الفاعل يبقى جو مبال برافو برافو يا مصطفى آه مصطفى ومحمد برافو إبراهيم وإمان برافو طيب بعد كده رقم عشرة الموقف الأخير المدرس بيسأل عن عمرك انا عندي البروفيسور وعندي تُو دي تُو دي معناها أنت تقول يبقى هو المدرس وتُو يبقى هم مختلفين ساعتها هدور على ايه لا الإجابة غلط البروفيسور المدرس بيسأل وإنت بتقول ايوه برافو برافو يا فارس برافو يا يوسف برافو يا زوم اللي هي جي كنزون برافو برافو يا هانيا خلاص اعتقد كده نحن عرفنا نحل المواقف بعد كده هندخل على الزغطيك الذي فيه و هندخل على جزء الثالث قبل ما نتكلم على الجزء الثالث يا جماعة أنا حابة بس يبقى مع عينة ورقة وقلم عندي على الأدمودو أغنية للحروف الهجائية عشان نرددها مع بعض مرفوع على الأدمودو بيوم 16 ياريت ندخل ياريت ندخل نسمها مش فاهم آخر سؤال بصي رقم 10 يا جماعة أنا عندي كلمة يسأل المدرس يسأل عن عمرك المدرس يسأل عن عمرك معناها أنت تقول أنت اللي بتقولي يعني المدرس يسألك عن عمرك وأنت اللي بتجاوبي ليس هو اللي بيسأل هنا مش عايز السؤال هو عايز الجواب الفاعل في الجملة الأولانية اسمه البروفيسور والفاعل الموجود في الجملة الثانية اللي هو طيب هل دول مختلفين ولا متشابهين هل هم مختلفين ولا متشابهين هيبقوا مختلفين ساعتها دور على الجواب لكن لو لو جالك هنا لبوفيسور دوموندو توناج لبوفيسور دي ساعتها هتختار السؤال اللي هو ساعتها هو عايز الجواب تو دي يا جماعة معناها أنت تقول لكن لو جالك لدي معناها هو يقول لدي اللي هي نفس الجملة هكتبها جنبها بس عشان لدي هو يقول تو دي أنت تقول خلاص كده يا جماعة طيب بعد كده الجزء الثالث هنبقى هناخد النهاردة هناخد النهاردة هناخد أدوات المعرفة طب قبل من التكلم على أدوات المعرفة تعالوا كده مع بعض نقرأ الكلمات دي طيب أنا عندي كلمة قاية وعندي كلمة تخوس وكلمة إليف اللي هي الكلمات اللي نكتوبها بالأبيض وكلمة في وكلمة إليف الكلمات دي اسم ولا فعل طبيعي هي اسم طيب ل ل ليه دي هي الأرتيكل الديفنية اللي هي أدوات المعرفة طيب أدوات المعرفة دي يا جماعة بتيجي جاية قبل الأسم ولا بعد الأسم جاء على المعرفة أدوات ليه أن وظيفتها هي تحدد لي نوع الأسم إن كان مؤنس أو مذكر وعدده إن كان جمع أو مفرد يعني مثال أنا عندي كلمة قيية قيية يعني كراسة لو قلت قيية عرفت إن هي اسم مفرد مذكر عرفت إزاي إن هي اسم مفرد مذكر عشان جاي قبلها الأداة وفي ملحوظة مهمة جدا عايز أحبة أو ضحها لكم إن الإختلاف في المؤنس والمذكر والفيمينان والمسكولان بيختلف تماما عن المؤنس والمذكر في اللغة العربية يعني ما قلش مثلا كراسة باللغة العربية مؤنس إذن هي بالفرنساوي أو بالفرنش مؤنس غلط ما تربطش اللغتين ببعض ده ليه مؤنس وده ليه حالاته وده ليه حالاته عشان كده لما أنا آجي أذاكر أي كلمة بالفرنساوي لازم أذاكر الأداة معاها والأداة أهم من الكلمة يعني معظم الجرامير بتاع اللغة الفرنسية معتمد على الفيمينان والمسكولان معتمد على المؤنس والمذكر عشان كده لما يجي أذاكر أي أداة لازم أذاكر لازم أذاكر الاسم والأداة بتاعتها طيب لكايير يعني الكراسة لا تخص تخص اسم فيمينان سانجوليير إذن عرفني أنه هو فيمينان سانجوليير عشان قبلها كلمة لا طيب عندي الكلمة التالتة اسمها لليف لليف يعني تلميذ وأنا هقولك ليه أنا حطيت الأبوستروف دي لما نيجي نشرح الأدوات الأغتيكلي ديفينيه بالتفصيل طيب بعد كده عندي اللي هي الرابعة عندي لفي وعندي لزليف في فرق يا جماعة أنا هنا ما نطقتش حرف زد وهنا نطقت حرف زد لفي لزليف هقول هنتكلم بقى على الحاجات دي بالتفصيل دلوقتي تعالوا معنا أنا أتعرف الأول على أول حاجة في في الأغتيكلي ديفينيه واللي هي ل سواني بس كده خليكم معي بس دقيقة واحدة تمام أول أداة اسمها أو أول أداة اللي هي أداة اللي هي اسمها ل ل بتيجي قبل المسكولين سنجوليه قبل الاسم المفرد المذكر طيب عندي أول كلمة هنأخذ عملة إجزامل طيب أول كلمة اسمها معي بكدا مع بعض رددوا ورايا لجارسون 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 يعني الولاد اسم المفرد مذكر؛ عشان جاي قبلها كلمة ل طيب إندي أتاني كلمة اسمها لroat لليفر لاطم يعني كتاب لليفر اسم المفرد مذكر؛ عشان جاي قبله كلمة ل comunque تالت كلمة اسمها استيليو لستيليو يعني ألم عرفته منين إن هه اسم مفرد مذكر Pedr عشان جاي قبلها كلمة ل طيب بعد كده عندي تاني أغتيكل في الأدوات المعرفة اسمها لا لا وفي منحوظة أنا سوري بس هرجع أنا قلت هنا لا محدش يقول لي ولا ولا اسمها لا لا طيب تاني أغتيكل اسمها لا لا بتيجي امتى بتيجي قبل الاسم الفيميناء سانجولية احنا متفين الارتيكل كلها بتيجي قبل الاسم فيميناء سانجولية طيب أول كلمة أو أول إكزامبل اسمه لا فيا لا فيا فيا في ميناسانجولية أو اسم مفرد مؤنس عشان جاي قبلها كلمة لا طيب تاني حاجة اسمها لجوم لجوم يعني استيكا اسمه في ميناء سانجوليه او اسمه مفرد مؤنس عشان جاي قبلها كلمة لا طيب عندي تالت كلمة اسمها لا كلاس لا كلاس يعني فاصل وهو في ميناء سانجوليه عشان جاي قبلها كلمة لا مغضي يعني تمام كده يا جماعة طيب هنروح لتالت كلمة هنروح لتالت كلمة اللي هي الأبوصخف الأبوصخف دي بتيجي قبل الفيميناء سانجوليه او الماسكوليناء سانجوليه قبل الاسم المفرد المؤنس او قبل الاسم المفرد المذكر بس لازم يكون بادئ بفويال ايه هي الحروف الفويال ايه هي الحروف المتحركة اللي احنا قلناها من شوية اللي هو حرف ال�-A-E-E-O-U-Y ايه HA-MOYEE طيب هي الحروف المتحركة المكتوبة باللون الأحمر اللي قدامنا على الشاشة تمام طيبees ناخد أول كلمة اسمها LAMIE LAMIE اللي هي كلمة ماسكولين سانجوليه M معناها ماسكولين واس معناها سينجوليي يعني معناها مفرد مذكر طيب مع الكلمة التانية اسمها لكل 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 طيب لكل يعني المدرسة المدرسة في ميناء سينجوليي اسم مفرد مؤنس بعد كده لليب لليب يعني التلميذ ماسكولان سينجوليي يعني اسمه مفرد مذكر طيب انا عايز اعرف او سبب ال ال ابو صخف دي تمام تعالوا كده نشوف مع بعض ايه ازاي جات ازاي وايه فايدتها طيب احنا متفقين ان ال ال ابو صخف بتيجي قبل الاسم المفرد اهم حاجة يا جماعنا هو يكون مفرد سواء مؤنس او مذكر بس المهم يكون مفرد بس يكون بادئ بالحرف بالحرف الفويل اللي هي الحروف اللي قدامي دي اللي هي اللي بلون الاحمر اللي هي ä-E-Oچ-E أعيج جريك وأشموية أما الكلمة الثانية بدأ بـ لديك إلتقاء اثنين فويال فلازم أحزف منهم وعود عنه بأبوصرف هزف الموجود في الكلمة الأولانية أم الذي موجود في بداية الكلمة الثانية أحذف الفوويل الموجود في الكلمة الأولانية سوف تصبح Lemmy لقد شلت ال Cream-E و أحضبت Mias Etat وبقلت refr لت говорю ربما لها معنائين المعنى الأولاني هي في اللغة الفرنسية supposedly المعنى الأولاني تقول م إذا كان هناك حرف الويل الميتشال وهي حرف متحرك و جاي بعدها حرف متحرك تلك الابوصرف القليلها معنى أن هناك حرف متحرك متشال و جاي بعدها حرف الويل بعد ذلك إكل لا إكل دعوكم معايا الكلمة اللي فوق وهنا لا هي بويل اللي هي حرف الفويل اللي هو الآ طيب إكل بدأ بفويل اللي هو حرف الآ فطبعا لعدم التقاء اتنين متحرك فلازم أشيل متحرك اللي هو المتحرك الموجود في الكلمة الأولانية في نهاية الكلمة الأولانية اللي هو حرف الآ وبعد كده بعود عنه بأبوصطرف اللي هي اللي كل فإحنا كده عرفنا جبنا الأبوصطرف دي منين أو إيه سببها تمام بعد كده الأرتيكلي الأخيرة اسمها لي اسمها لي بتيجي للبلوغيال سواء فمينان أو مسكولان سواء للمؤنس أو للمذكر بس المهمة تكون الكلمة جامع طيب أعرف إزاي إن الكلمة جامع عادة بتنتهي بحرف الآس أو حرف إيكس طيب أول كلمة عندي اسمها لجرسون لجرسون يعني الأولاد لجرسون طيب بعد كده عندي كلمة اسمها ليفية 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 يعني البنات وعرفت إن هي جامع عشان هي منتهي بحرف الآس وكمان قبلها أداة البلوغيال اللي هي ليه اللي هي طيب بعد كده عندي لزمي لزمي أنا عندي كده صوت نطق غريب اللي هو حرف الأس يا جماعة لو جي بعديه حرف فويال بنطقه زد يعني أقول لزمي لزمي طيب اختصار كده الأرتيكلي ديفيني بسرعة أنا عندي أول أرتيكلي اسمها لو زي لو جرسون بيجي بعدها ماسكيلان سانجوليه زي لو جرسون يعني الولد لليفر يعني الكتاب لستيلو يعني الألم بعد كده عندي تاني أرتيكلي اسمها لا لا فية اللي هي البنت لا جوم اللي هي الأستيكة لا كلاس اللي هو الفاصل بعدها اللي أبوصرف وعرفنا عرفنا الأبوصرف دي جاية ليه أو ازاي بعدها زي كلمة أمي أبوصرف عشان هي أمي بدأ بفويال إكل خدت إلا أبوصرف عشان إكل بدأ بفويال اللي هو حرف متحرك وليليف اللي هو التلميذ عشان بدأ بحرف متحرك ليه اللي هو للجامع اللي أس بتيجي قبل الأسماء البلوغيال زي كلمة لجرسون لجرسون أو لفي لفي اللي هي البنات أو لزمي وإحنا عرفنا إن هنا الإس بتاع الزرختيكلي ديفيني لو جايبها ده حرف بيال بطنطق زد طيب تعالوا مع بعض نشوف شوية إجزارسيز مع بعض شوازي السيلة فون يعني حط الأرتيكلي المناسبة لأبوصرف ليه طيب عندي أول حاجة فيه فيه ده اسم فيمينا سنجوليه الأداة التي تأتي قبل الإسم الفيمناء سنجوليه ستبقى إيه تمام برافو يبقى لا في برافو طيب عندي كيية كيية يعني كراسة كراسة ماسكولين سنجوليه برافو يا فارس برافو ستبقى لكيية لا أقوم بعملي هنا لكاية برافو طيب الكل هي جمع خلي بالك بس طالما جمع يبقى ماليش دعوة ما عملش بإلا أبوصرف أعمل لي لأن هي أخرها جمع طيب بعد كده إليف اللي هو مفرد ساعت أحط إلا أبوصرف طيب عندي ستيلو ستيلو يعني ألم مسكولان سنجولي برافو يبقى لستيلو برافو طيب عندي بعد كده الكلمة اللي بعدها جمع اللي هي لجم طيب عندي كلمة طيب عندي كلمة غرصون غرصون يعني ولد طيب عندي كلمة طيب خليكم معيك لجمعان طيب خليكم معيك لجمعان عندي كلمة غرصون غرصون يعني ولد مسكولان سنجوليير يبقى ساعت هتاخد ايه ل برافو برافو جماعة بشرح أنا مفصل منكم جدا طيب بعد كده طبلو احنا قلنا آخر الكلمة أس أو إيكس هتبقى فلوغيال هتبقى جامع ساعتها هتاخد كلمة جامع ايه ل برافو برافو يا هنة برافو يا مصطفى هتبقى ليه طيب عندي كلمة أمي أمي يعني صديقة طيب صديقة هنا هتاخد ايه ل ولا لا ولا إلا أبوصف إلا أبوصف برافو ليه لأنها بدأ بهويال اللي هو حرف طيب عندي كلمة تخوص تخوص يعني مقلمة في ميناء ولا ما سبيلاء هتبقى لا برافو هتبقى لا هتبقى في ميناء طيب عندي بعد كده مصر رغدا نعم صباح الخير مستر نبيل معاك اه زي حضرتك صباح الخير صباح الخير زيك يا مستر نبيل زي حضرتك أخبارك ايه الحمد لله تمام والله يا زي حضرتك أخبر الأولاد معاك ايه لا تمام والله تمام كله تمام البركة فيك بقى أستاذ الرغدا أنا بشكور جدا والله ربناي خليك تسلم شكور البناماء عن الأولاد وعن أولئة أمورهم وعن يظهر في المدرسة وربنا يا وفاك كده بناي خليك تسلم يا مصر تعمل لله دروس أجمل وأجمل إن شاء الله تسلم شكرا يا رغدا شكرا تضلي طيب عندي كلمة تخوس يعني مقلمة هتبقى لا تخوس بعدين كلمة هتاخد لا وبعد كده كلمة ليف هتاخد لوليف برافو برافو يا جماعة تبقى لوليف عشان هو طيب بكده بقى صلصنا النهاردة وهنكمل إن شاء الله يوم الخميس الساعة تمانية ونص كل يوم خميس كل يوم خميس استنيونا الساعة تمانية ونص بس أنا حابة قبل قبل ما أختم عايز أقولوك الحاجة أنا عندي أغنية عن الحروف الهجائية مرفوعة على الإدمودو 16-10 OR يMS Juan ندخل على الإدمودو ونسمعها مرة واثنين وثلاثة وكمان هناك حاجة على صلص مات وقالةображ نحن نصح برضو بتاريخ سبتاشر عشرة ياريت ندخل نسمعها ونردد الكلام مرة واثنين وثلاثة طيب في دوفوار وواجب بتاريخ عشرين عشرة مرفوع برضو على الاجمود مرفوع على الاجمودو بتاريخ عشرين عشرة المواقف اللي احنا حلناها ياريت ندخل نحلها اللي ما حلها شوفه يحلها تاني والمرة الجاية بقى هنكمل باقي الدروس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة